عايزين نفهم إيه هي الروح دي الروح دي لربنا يعني نفخ يعني في بني آدم أو في سيدنا آدم وبعديها إحنا كلنا نفخ فينا الروح طيب الروح دي غير النفس طيب الروح دي يعني بتطلع هي دي اللي بتبقى في البرزخ ولا النفس هي اللي بتبقى في البرزخ ولا إيه الروح دي خلونا نسأل فضيلة الشيخ أشف الفيل أهلا بخضرتك فضلت الشيخ نبدأ كده ويسألونك عن الروح الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وآله وآصحابه وسلم أجمعين وبعد كما هي عادة القرآن الكريم حينما ينقل لنا الشيء ذات القيمة العالية التي تحتاج إلى تفكر وإلى تدبر كبير ففي القرآن مثلا يقول الله سبحانه وتعالى وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْرُوحِ إِمْتَ حَصَلْ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْرُوحِ الآية دي في سورة الإسراء و سورة الإسراء مكية والسؤال الذي سئله النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة يعني الكلام ده نزل في مكة والنبي حيتسئل به في المدينة فكأن القرآن الكريم يشرح لك ويبايل النبي عليه الصلاة والسلام ماذا سيلقاه من أسئلة للناس الذين هم سيسألون النبي عليه الصلاة والسلام آه يعني الأسئلة السؤال ده هيجي بعد كده يعني هيجي للنبي بعد كده لكن هو نزل على النبي في مكة فبيقوله ويسألونك عن الروح والحيطة نيبقى عشان نفعن فيها ايه انه لما جيه في القرآن قال هتقول لهم الروح من امر ربي وما قوتيتم من العلم الا قليلا يبقى فيه قليل يبقى احنا عندنا قليل عندنا علم موجود قليل فالعلم القليل ده هيتولد امتا بقى هيتولد في الفترة اللي من اول ما تنزل على النبي الاية لغاية لما يهاجر الى المدينة فيه مسافة بقى ممكن تاخد سنتين او تلاتة او اربعة في المرحلة دي يبدأ يتشكل الفكر عند المسلمين بحيث انه لما ييجي تعرض السؤال مباشر على النبي عليه الصلاة والسلام ما يبقاش الموضوع في نوع من انواع المفاجأة ولا عنصر المفاجأة موجود ولا يشكك المسلمين في دينهم ولا في ربهم ولا في نبيهم فيقوله بقى ويسألونك واللي حيسألوا النبي هم الجماعة اليهود اللي هو لما يروح لهم المدينة لان المدينة كان يسكنها اليهود يسألونك عن الروح سألوهما اليهود في المدينة اليهود اللي هيسألون النبي عليه الصلاة والسلام فسألوه عن الروح يسألونك عن الروح عن ما هي الروح حقيقتها ايه الروح ده فحيجاءوا بالنبي يقول لهم الروح من أمر ربي وما أتيتم من العلم إلا قليل قالوا الله طب ما احنا أتينا التوراة ومن أتيت توراة فقد أتي خيرا كثيرا قال لهم طيب مش اوكي و برضو خيرا كثيرا ماشي لكن هنا بقى الروح دي كل العلم اللي عندكم في مقابل علم الله هو علم قليل فالروح دي بقى تعرفوا تقولوا لي انتم ايه خصائصها بتعمل ايه موقفة ايه الدنيا فيها ايه وما قطيتم من العلم الا قليلة هنا توقف الباحثون قديما في مسألة الروح واعتبروا ان الروح هي النفس وفضلوا ماشينا على كده فترة من الزمان مئات السنين لغاية لما جه العلماء بقى في عصور بعدها بمئات السنين بدأ العلماء يبحثون في مسألة التكوين الذاتي للذات البشرية فاتضح في القرآن الكريم ان الذات البشرية مش مركبة من روح بس ولا من نفس بس ده متركبة من ست عناصر خمسة معلومة القرآن اتكلم عنها الروح قال يسألونك عن الروح قد الروح من امر ربي كمان سمى سيدنا جبريل روح كمان سمى القرآن روح المزل بين روح الامين برضو ربنا سبحانه تعالى قال وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا فالمسألة بقى لا ده عايزة تفكير بقى وقل فإذا سويته ونفخته فيه من روحي لو على البني آدم لو احنا فأصبحت المسألة تحتاج إلى تفكير فصار العلماء يفكرون اذا مسألت الروح هي مسألة منفصلة تختلف تماما ولذلك القرآن لما اتكلم ما قالش ويسألونك عن النفس قاله ويسألونك عن الروح يبقى الروح ده شق منفصل اما النفس اتكلم عنها القرآن بس ما جابش السؤال بتاعها قال وما ابرقه نفسي ان النفس اللي امرتهم بسوء قال لا اقسمه بيوم القيامة ولا اقسمه بالنفس اللوامة اللوامة اذا نتكلم على النفس منفصلة عن حديثه عن الروح فديني فهمها ازاي لما عمل اتنين منفصلين عن بعض فقالك لا ده يبقى فيه حاجة اسمها نفس وفيه حاجة اسمها روح بعد شوية قالك لا ده فيه حاجة كمان تلتة اسمها العقل قال أفلا يعقلون أفلا تعقلون وما يعقلها إلا العالمون لا ده فيه حاجة اسمها العقل